موسيقى وزير النفط والمعادن ومحافظ حضر موتى يبحثان جوانب تعزيز الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي موسيقى موسيقى محافظ حضر موتى يدشن مخيمين جراحة العظام وقلب الاطفال بالمكلة بتمويل من مركز الملك سلمان موسيقى محافظ المهرة وقائد محور الغيضة يشهدان عرضا عسكريا بمناسبة اعياد الثورة اليمنية موسيقى اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ان يوم الاحد القادم الموافق الخامس عشر من اكتوبر اجازة رسمية بمناسبة الذكرى الستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة وذلك تعويضا عن يوم السبت يوم الراحة الاسبوعية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 247 لعام 2000 للميلاد وقالت الوزارة ان التعميم يأتي استنادا الى المادة رقم ثلاثة من القانون رقم اثنين لسنة 2000 للميلاد بشأن تحديد الاجازات والعطل الرسمية متقدمة باجمل التهاني واطيب الامنيات للقيادة السياسية وجميع ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة المجيدة بحث وزير النفط والمعادنة الدكتور سعيد الشماسي مع محافظ حضر موت الأستاذ موخوط بماضي بالمكلة جوانب تعزيز الاستقرار التموينين للمشتقات النفطية والغاز المنزلي بالمحافظة وطلع المحافظ على الدراسات الجارية بالوزارة لتنفيذ مشروع نقل الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية من منطقة خلف بالمكلة الى مدينة بروم إلى جانب مشروعات إنشاء محطة الخزن الاستراتيجي للغاز المنزلي والمصفاه مؤكدا أهمية استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والتنسيق المتبادل للدفع بالمشاريع الاستراتيجية وأبرزها مشروع مصفات حضر موت ونقل الخزن الاستراتيجي إلى الموقع المخصص له بمدينة بروم منوها بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع التي ستسهم في استقرار الوضع التمويني بالمحافظة وتطوير حركة التنمية نبقى مع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي الذي اطمأنا على صحة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري الذي تعرض لواكة صحية مؤخرا نتيجة ضغوطات العمل وعرب المحافظ في اتصال هاتفي عن صادق دعوات قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة بشفاء العاجل للوكيل العامري مثمنا جهوده الإدارية والوطنية وإسهمه في تجزيد توافق قيادة السلطة المحلية بالمحافظة هذا وعرب الوكيل العامري عن خالص التقدير لمحافظة المحافظة لتواصله الدائم واهتمامه بشؤون للمحافظة تشنى محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بهيئة مستشفى بن سين العام بالمكلة المشروع الطبي التطوعي الثاني لجراحة العظام وتغيير المفاصل الذي يموله وينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية المخيم يشهد خلال أسبوع إجراء 25 عملية نوعية في جراحة العظام منها 20 عملية تبديل مفصل الركبة وخمس عمليات تبديل مفصل الحوض بشراف كبار الاستشاريين من المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي الوقت ذاته شهد مركز نبض الحياة لجراحة أمراض القلب المكلة تدشين مخيم جراحة قلب الأطفال الممول ومنفذ من مركز الملك سلمان وتجرى خلاله 20 عملية قلب مفتوح للأطفال من مختلف مناطق البلاد اطمأن محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ومعه وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب الإعلاجية الدكتور شوقي الشرجبي على صحة المطرب القدير عبدالله عوض بابرعوس الذي يرقد بغرفة العناية المكثفة بهيئة مستشب نسين العام بالمكلة وعرب المحافظ عن تقدير السلطة المحلية لإسهامات المطرب القدير عبدالله بابرعوس ومشاركاته الإبداعية على امتداد مسيرته الفنية الطويلة راجيا له الشفاء العاجل وموجها بإله الرعاية الصحية اللازمة وإلى محافظة المهرة حيث شهد محافظها محمد علي ياسر وقائد محور الغيضة قائد الشرطة العسكرية اللواء محسن مرصع عرضا عسكرية لوحدات المحور بمناسبة عياد الثورة اليمنية الثادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر وفي العرض أشاد المحافظ ببطولات وتضحيات ابطال القوات المسلحة والأمن في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وملاحمهم البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن والجاهزية القتالية التي يتمتع بها منتسب محور الغيضة والأمن العام منويا بتكاثفهم مع فئات المجتمع من أجل الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به المحافظة أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري اهتمام السلطة المحلية بتحسين أوضاع المعلمين في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة وذلك باعتبارهم الفئة التي يدين لها الجميع بصناعة أجيال واعية متسلحة بالعلم جاء ذلك خلال لقائه نقابة المعلمين بوادي وصحراء حضرموت واستماعه إلى شرح حول مطالبات المعلمين بتحسين أوضاعهم المعيشية ليتمكنوا من أداء مهامهم التربوية والتعليمية على الوجه الأكمل كما استعرض الوكيل العامري جهود السلطة المحلية وسعيها إلى إعطاء جميع العاملين حقوقهم وتحسين أوضاعهم منوها بتقدير السلطات لما يقدمه المعلمون من جهود أدت إلى استمرار سير العملية التعليمية أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق السكنية في قطاع غزة خلال عدوانها المستمر لليوم الثالث على التوالي وطالبت خارجية فلسطين بتدخل دولي فاعل لوقف الاعتداءات الإسرائية على القطاع التي أدت إلى استشهاد ثلاثمائة وسبعين فلسطينيا حتى اللحظة وجرح ألفين ومائتين بينهم أطفال ونساء وصلنا وياكم الاختام وإليكم تذكير بأبرز العنوين وزير النفط والمعادن ومحافظ حضر موت يبحثان جوانب تعزيز الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلية محافظ حضر موت ويدشن مخيمين جراحة العظام وقلب الأطفال بالمكلة بتمويل من مركز الملك سلمان محافظ المهرة وقائد محور الغيضة يشهدان عرضا عسكريا بمناسبة أعياد الثورة اليمنية ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تفزيزون حضر موت حتى الملتقى دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر